وبعد لقائه السوداني أطلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحذيرات إلى الفصائل المسلحة من استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة فيما أكد استمرار بلاده بالتعاون الأمني والسياسي مع الحكومة العراقية أجريت محادثات جيدة وصريحة للغاية مع رئيس الوزراء العراقي نؤكد استمرار الولايات المتحدة بالتعاون الأمني والسياسي مع العراق نحذر الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالحنا أخبرنا الحلفاء والشركاء بضرورة عدم توسع الصراع لا نريد أي مواجهة مع إيران لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا ومواطنين في المنطقة نبدل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة